بسم الله الرحمن الرحيم انعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في جلسة طارئة صباح اليوم السبت الموافق 31 يناير 2015 برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة حيث بدأ المجلس بالوقوف دقيقة حدادا على ارواح شهدائنا الابرار كما استعرض المجلس ابعاد وتداعيات الحادث الارهابي الذي تعرضت له منطقة شمال سيناء يوم الخميس الموافق 29 يناير 2015 واستمع السيد الرئيس لشرح تفصيلي لملابسات الحادث والاجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة لمجابهة اثار الحادث وتطهير منطقة سيناء من العناصر الارهابية والاجرامية واشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الارهابية والاجرامية في كافة ربوع مصر بالتعاون مع اشقائهم من عناصر الشرطة المدنية وما يبذلونه من تضحيات فداء لشعب مصر العظيم وفي نهاية الاجتماع اصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة قرارا جمهوريا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الارهاب بقيادة اللواء اركان حرب اسامة رجدي عسكر مع ترقيته الى ردبة الفريق اعتبارا من اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من يناير الفين وخمسة عشر والله ولي التوفيق اشتركوا في القناة